مرحبا مشاهدين هذه أهم عنوين أخبار اليوم المغربي بلال الخنوس يوافق رسميا على الانتقال للدوري الأنجليزي الممتاز الانتحاد الجزائري يعود مجددا لمحاولاتها من أجل خطف نجم المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل لكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو تشترك في القناة اتفعل زر الجرس باش توصلك انتلول آخر الأخبار يبدو أن نادي لستر سيتي الانجليزي مصمم على تعزي صفوفه باللاعبين الشباب المغاربة الموهوبين وهو ما يتجل في مساعيل أخيرة لإبرام صفقات بارسة فقد سعى الفريق الانجليزي في وقت سابق للحصول على توقيع أمارة شارسون لكن اللاعب انتقل في النهاية إلى نادي فيورنتينا الإيطالية والآن يواجه لستر سيتي اهتمامه نحو بلال الخنوس متوسط مدان نادي جانك البلجيكي والذي يعد من أبرز اللاعبين الصعيدين في أوروبا وكان بلال الخنوس اللاعب الدولي المغربي كان قريبا من الانتقال إلى الدوري الألماني في وقت سابق حيث أبدت أندية بروسيا دورتموند وبير ليفركوزن ولايبزيك اهتماما جدا بخدماتها ولكن بسبب المطالب المالية العالية التي وضعها نادي جانك لم يتمكن الخنوس من الانتقال إلى الأندية الألمانية التي كانت ترغب في ضمها إذ أن مطالب جانك المالية كانت حجر عثرة أمام تحقيق هذه الانتقالات مما دفع بلال الخنوس إلى البحث عن وجهة جديدة وفي أظل هذه الظروف يطمح بلال الخنوس إلى الخروج من نادي جانك البلجيكي بحثا عن تجربة جديدة وهو ما دفعه إلى الضغط على إدارة ناديها لقبول عرض النادي الذي يرغب في التعاقد معها وهو لستر سيتي هذا الضغط يشير إلى رغبة اللاعب القوية في الانتقال إلى الدورية الانجليزية الممتاز حيث يرى في لستر سيتي فرصة مميزة لتطوير مسيرته الكروية وقد أعطى بلال الخنوس موافقته المبدئية على الانتقال إلى نادي لستر سيتي لمدة أربعة مواسم ما يعني التزامه باللعب في الدورية الانجليزية الممتازة لفترة طويلة وحاليا تتواصل المفاوضات بين الانتية بشأن الأمور المالية المتعلقة بالصفقة التي يقدر أنها قد تكلف خزينة لستر سيتي أكثر من 25 مليون يورو حيث تعكس هذه القيمة المالية أهمية الصفقة بالنسبة للنادي الانجليزي الذي يسعى إلى تعزيز صفوفها بموهبة واعدة مثل الخنوس وإذا ما تم إتمام الصفقة بنجاح فإن بلال الخنوس سيصبح إضافة قوية لنادي لستر سيتي حيث سيقدم مهاراته وخبراته في خط الوسط كما أن هذا الانتقال سيمثل خطوة كبيرة في مسيرته المهنية وقد يفتح له أبوابا جديدة في الدورية الانجليزية الممتازة أحد أقوى الدورية في العالم وفي الختم يظل مستقبل بلال الخنوس معلقا على إتمام المفاوضات النهائية بين لستر سيتي ونادي جينكا فبينما يترقب المتابعون هذه الصفقة المحتملة فإن الخطوات التالية ستكون حاسمة في تحديد مستقبل اللاعب وما إذا كان سينتقل إلى الدورية الانجليزية الممتاز بالفعل عاد الاتحاد الجزاري لكرة القدم إلى الصحة مجتدا محاولا إقناع المهاجم الشاب أمين الوزني لاعب سبورتينغ براغا البرتغالية بتمثيل منتخب الجزار بعد أن كان قد اختار في السابق اللاعب مع المنتخب الوطني المغربي فوفقا لتقارير صحفية يتجه الاتحاد الجزارية نحو تكثيف جهوده لجدب الوزني للاندمام إلى صفوف منتخبهم ووفقا لصحيفة الكيبثوت الفرنسية يبدو أن الاتحاد الجزاري يضع كامل ثقلها في محاولة إقناع الهداف الوعد بارتداء قميص منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولي القاتم هذا المسعى يأتي في وقت حساس حيث يعمل الاتحاد الجزاري على تعزيز صفوف الفريق بأسماء جديدة قد تسهم في تحسين الأداء في المباريات المقبلة ومن ناحية أخرى يعرف أن أمين الوزني المولود في فرنسا عام 2002 وهو من أب مغربي وأم جزائرية وقد عرف بأدائه المتميز في الملاعب الأوروبية وحاليا يلعب الوزني مع المنتخب الأولمبي المغربي وقد أثار اتمام والد راكراكي مدرب المنتخب المغربي والذي يراقب أدائه عن كثب ومن المتوقع أن يتم تساعده إلى الفريق الأول للمغرب قريبا حيث يعتبره الراكراكي من اللاعبين الواعيدين الذين يمكن أن يساهموا بشكل كبير في تحسين أداء الأسود في الاستحقاقات القادمة وفي سياق متصل أكدت صحافة الجزائرية أن وليد صادر عيس الاتحاد الجزائرية يبذل جهودا مضنية لإقناع أمين الوزني بتمثيل منتخب الجزائر حيث أن صادي يعمل على إقناع اللاعب بإمكانيات الفريق الجزائرية في محاولة لضمه إلى صفوف الثعالب في أقرب وقت ممكن إذ يظهر هذا المجهود جدية الجزائر في توسيع دائرة خياراتها الهجومية وتحقيق توازن قوي في تشكيلتها ومع ذلك أكدت مصادر المقربة من اللاعب أن أمين الوزني يفضل بشكل قاطع حمل قميس المنتخب الوطني المغربي الأول فعلى الرغم من العرود المغرية والجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الجزائرية إلا أن الوزني يظل متمسكا بقراره السابق ولا يفكر في تغيير ولائه للمنتخب المغربي هذا ويعكس موقف الوزني قوة وضوح اختياراته الدولية فعلى الرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها الجزائريون لجدب اللاعب إلا أنه يظل متمسكا بقناعتها هذا وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي بدلها الاتحاد الجزائري لكرة القدم على مر سنوات الأخيرة لإقناع أمين الوزني بتمثيل منتخب الجزائر يظل اللاعب الشاب متمسكا بقراره السابق فوفقا للتقارير الصحفية الحادثة يعمل الاتحاد الجزائري بكل طاقته لتعزي صفوف منتخبه ويحاول جدب الوزني للاندمام إلى صفوف الثعالب خلال فترة التوقف الدولي القادم وتأتي هذه المحاولة في تاريس تراتيجية واسعة نطاق لتعزي التشكيلة بوجوه جديدة قادرة على تحسين أداء الفريق في المباريات المستقبلية كما تؤكد المصادر المقربة من أمين الوزني أن اللاعب يظل مصمما على اختياره لتمثيل المنتخب المغربي على الرغم من العروض المغرية والجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الجزائري حيث أن الوزني يظل مخلصا لقراره الأصلي ولا يفاكر في تغيير ولائه للمنتخب المغربي وهذا الموقف الثابت يأكس قوة قناعات أمين الوزني وإصراره على تحقيق طموحاته مع المنتخب المغربي رغم الضغوط المستمرات من الجانب الجزائري حيث يظل الوزني على قناعة تم بأنه ينتمي إلى المغرب وهذا ما يجعله يرفض كل محاولات الإقناعة التي يبذلها الاتحاد الجزائري وبفضل هذا الالتزام يستمر اللاعب في التركيز على تحقيق النجاح مع منتخب بلاده المغرب متطلعا إلى المستقبل بمزيد من الثقة والعزمة وصولكم مشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفيديو يشير لاتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدمها على هذه القناة لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم كما لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما اشتركوا في القناة